اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 الفايت اللي صار ضد رادان اذا تذكرون في شخصية قابلناها اللي هو اتوقع جيرالد اسمه او جيرالد فراح يكون موجود في نهاية الهول تبع الاستيديوم او في الهول الاخيرة في الاستيديوم هذا خلونا نقول او الارينا ما عندنا الارينا قدام بس ما عليناه فراح نتكلم معايا جماعة راح يقول انه اخيرا يا بطل الفستفل انتهت الحرب تبعت لورد رادان والحين قد اقدر اني اطلع لاني خلاص ما عاد لي وجود في المكان هذا وراح يروح ويردين قديم له او يصفي حسابات قديمة له طيب فيقول انه عنده شغلة او يعني شغلة قديمة يبغى يصفي الحساب فيها فراح نتقابل من جديد خلونا يا جماعة الخير نسوي لود ونرجع الى نفس المنطقة الحين فلو دخلنا الى جهة الارينا راح نلاحظ انه في بوس دور وراح ندخل يا شباب او اخوة تكرر بوس ا inhabitants دور نحن اخوة 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 izes انه جمع اخوة اخوة تقرر اخوة اخوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر دعونا نتوجه الى هنا ونروح الى المنطقة هذه من الاسفل نفضل لنا الطريق اول شيء واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة تقريبا هنا دعونا نشوفكم هنا ترجمة نانسي قنقر 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 اوه ... هذا مجرد ... لم يكن ان تستطيع استخدام ... لا تتكلمين ... اذهب معي ... اوه ... حسنا ... حسنا ... اذا انك حقا لا تستطيع ... اذا اظهر من الان ... حسنا ... حسنا ... اشتركوا الى الان ... حسنا ... اشتركوا الى الان ... اشتركوا الى الان ... الطريق هذا ... ولكن ... ما راح ... يصير الشي هذا ... دعونا نكمل طريقنا الى الامام ... يا شباب ... دام ان هذا المكان ... اقدر اني افتح الخريطة ... توقعت ... ما هذا المكان ... بما اني استهلك ... استامنه ... لما اركض ... راح اعرف ان المكان ما هذا ... او الوضع ما هذا الى الحين ... واضح ان الوضع هذا ... ممتاز ... ممتاز ... فراح يكون طريقنا ... الى هنا ... ومن ثم ... هنا ... جميل جدا ... هذه القريح الموجودة هنا ... دعونا نستكشفها ... قبل ما نكمل الحين ... يا شباب ... دعونا نرجع ... عند باتشز ... يلا يا شباب ... نتفاهم معاه ... اوه ... اوه ... اوه ... انا انت مالا ... لا حسنا من ذلك ... من حلالي ... هناك ... ورشيني ... استمتع استطاق ... انا اعلم ان الوضع الوضع هنا ... اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 فعلشان كذا قلوبت عليهم وتم طردها فالحين طلبت مننا أن نلقى المؤسس الثاني للغلينستون اللي هو ماستر لوسات حنا قابلنا أو شفنا قبل شوي اللي هو أزور اللي الأخضر فالحين رح نقابل لوسات وهو في مكان سري في شرق أراضي كيلد وعطتنا الختم أو الشغلة اللي رح تفتح الختم فالمفروض أن ناخذ السحر تبع لوسات طيب يا جماعة الخير فعرفنا أن الساحر الموجود اللي هو برايم إيفل سورسرر ساحر من الهاي لفل من السحرة وموجود هو يا شباب أو كان موجود في ريالوكاريا وتم نبذة بعد ما خالف أو خلونا نقول استخدموا حاجات غريبة وقوية وعجيبة ضد سياسة الأكاديمية المفروض أني أتوجه إلى الجهة هذه المهم فطلبت مننا أن نقابل هم اثنين أو برايم إيفلين أو ماسترين أزور اللي قابلنا تو وبرضو الثاني اللي هو لوسات فقالت لنا أن المكان تبع لوسات المفروض أن نقابله الحين وناخذ مننا السورسر أو السحر تبعه على أساس أن سيليا في التجربة سيليا هم الثلاثة في الأخير أنطردوا من الأكاديمية يا شباب ففي المنطقة هذه إذا توجهنا إلى هنا وضربنا الحجر رح يفتح لنا المكان السري اللي قالت لنا عن ناسلان اللي هو مخبأ سيليا يا شباب ممتاز فراح نستكشف القريح الموجود هنا وعلى طول نكمل نقدر نقول أنه مخبأ سري هذا أنا ما عدري اللي كانوا جايبين العيد في الأكاديمية يعني نقدر نقول أن نعلموهم الشي الكثير لكن في تعرفون الطالب لما يجيك مرة مجتهد ويخترع أشياء ويجيب العيد بنفسه ويجيب العيد بكل شي وينطرد من الأكاديمية أنا حس يعني العباقرة هذول بزيادة حقين فن الغلينتستون سلن واحدة منهم طبعا يا ساتر يا ساتر أوكي المهم اللي راح يصير أنه لازم نهبط يا شباب قد مرة بزيادة شعديين حيلهم الشباب المهم الفكرة أنه نهبط وزي ما جلسين نشوف قدامنا اللي هو الجهة أو المخبأ السري وراح نستخدم الختم أو الشغلة اللي عطتنا يا سيلن على أساس فك السيل هذا وراح نلقى الماستر لوسات يا شباب فنفس الكلام وراح نسوي اقزاما على أساس أنه ناخذ السحر تبعة اللي هو ستارز أوفر ون طيب ممتاز الحين اللي راح يصير أنا راح نطلع طبعا المكان هذا حوز أحس أفضل طريقة أنك تخلي وحش يكتلك عساس أنك تطلع على طول ولكن خلونا نشوف نقدر أن نكتشف طريقنا بأن نحوس في المنطقة هذه خلاص كويس واصاص مرأة احن 5-000 أو 6-000 علشان لـ المهم بما أن طلعنا حن من المنطقة هذه لأن طيب يا مستعدة لان لم تتسوي فاس ترابل انت داخل الدنجو ما تقدر تسوي فاس ترابل لازم تطلع عشان تقدر تسوي الشيء ذا المهم راح نرجع الحين الى جهة سلن يا شباب خلونا نشوفكم عندها خلونا نتكلم معها الحين راح تقول لنا يا شباب ان اللي جالسين نشوفها قدامنا عبارة عن صورة مرئية فقط لشكلها وان جسمها الحقيقي متواجد او محبوس في احد الزنازن في ارض ويبنك بننسولا فرح تطلب مننا ان نروح هناك ونستخر الشغلة وما راح تطلب هالشيء الا من شخص تثق فيه اللي هو حنا طبعا راح تعطينا الستار لايت شارد لان لقينا التو ماسترز فخلونا نروح الحين البدنها المهم يا جماعة فاذا تذكرون في حلقة سابقة توجهنا الى واحدة من الاماكن ولقينا جثة او بدن جالس يتعذب تخيلوا ان هذا البدن ما هو بدن سلن الاصلي فقالت المفروض انك تلقى البدن تبعي وحددت لنا المنطقة هذه خلونا نتوجه لها يا جماعة خلونا نتأكد اذا كانت رقم 5 هي رقم 5 بالضبط خلونا نهبط هبوط آمن تقريبا من هنا رح يكون الهبوط آمن ممتاز بمجرد ما ننزل الى الاسفل رح نلقى البدن تبع سلن خلونا نتكلم معا اوكي رح تشكرنا يا شباب اننا جاينا وراح تطلب مننا اننا نستخرج من جسدها البرايم ايفل خلونا نقول البقاء تبعها او حياتها خلونا نقول اوه 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 شكرا شكراً لكم بقائي نودعها في جسد ثاني. الحين وش اللي راح يصير يا شباب. خلونا نسوي لود للسيف فايل. شوفوا مين اللي جاي يا جماعة. طبعا البدن هذا خلاص راح. جرالد موجود هنا الحين. خلونا نتكلم معه. راح يقول لنا ما اتوقعت اني اشوفك هنا يا بطل الفستفل. فرح يقول غريبة انت تعرف سيلن. لكن مو مهم هي ميتة الحين. وراح يقول لنا انها كانت معروفة انها كانت ساحرة خطرة وميتة على البرايم ايفل ماجيك. وكذا ساحرة او كذا ساحرة ماتوا بسبتها. وهي اخطر ساحرة في تاريخ ريالو كاريا. لكن الحين الجسد اللي جالسين يشوفه عبارة عن نفس العش او القشرة. وروحها اكيد هربت. ومع الوقت اكيد راح تاخد جسد ثاني. واضح انك هرهها وحاقد عليها. طيب يا شباب. خلوني اشوفكم الحين. في المنطقة او خلونا نقول الزنزانة تبعت سيليفس. خلونا نتوجه الى جهة. الروون يا شباب السري على طول. نكمل طريقنا الى الداخل. وهذا هو الجسد الجديد تبع سلان وفعلا زي ما قال انه رجعت في جسد ثاني ورح تشكرنا كثير انه ساعدناها والحين بما انه صار عنده سحر البرائم ايفل رح تقدر انها ترجع الاكاديمية ريالو كاريا عشان تصفي حساباتها مع عيلة الكاريا المالكة طيب فعرفنا الوجهة تبعتها الى جهة الاكاديمية طيب احنا ما رح نكمل المهمة تبعت سلانا الحين لكن وصلنا الى نفس مفرق الطريق يا جماعة الخير خلونا الحين نبتدي الشغلة الاساسية في الحلقة هذه جهة الفولكينو مانر يا شباب اذا تذكرون الفولكينو مانر والقائد تبعهم اللي هو الحاكم او القاضي رايكارد انا احب المهام تبعت الفولكينو مانر او الجزئية هذه في البداية خلونا نتوجه الى الاعلى قبل اي شي يا شباب خلونا ناخذ الشغلة الموجودة هنا الاتحة خلونا ناخذ السلاح الترجمة الاتحة 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 اشتركوا في القناة اتكلم مع الموجودة هنا راح اتعرف بنفسها هذه الليدي تانث اللي هي الليدي الفولكينو مانر وزوجة رايكارد راح تقول لنا ان ريا كانت تتكلم بالكويس عننا وقالت اننا تارنا الشجعان وقد كلمتنا وقد الوعد فرح تدعونا ان ننضم الى الفولكينو مانر ونكون احد الاعضاء راح تعطينا المفتاح عساس نقدر نتخل ونتعرف على الاعضاء طيب يا شباب زي ما جلسين لاحظ او زي ما جلسين يوروننا ان الوضع فخم ويحاولون يدورون على التارنشت الاقوية على اساس ان يحمون الوضع والوضع تمام وكل شي واضح هذا اللي يباين لنا لكن خلونا نشوف ايش اللي راح يصير من وراه هذا كله بما ان عطتنا المفتاح وصرنا احد اعضاء الفولكينو مانر او من عيلة الفولكينو مانر خلونا نشوف ايش اللي راح ينتظرنا يا شباب او قوارير العطر نفتح البواب الموجودة هنا المكان فاضي تقريبا طيب يا بوسعادة هل تقدر انك تفتح البواب كلها لا نستعجل هذا هي راية يا شباب اكيد راح تراحفين الحين ومبسوط ان نصرنا من اعضاء الفولكينو مانر وتحت قيادة او توجيه الليدي تانث طيب ممتاز الشخصية هذه قابلناها يا شباب من اول ولكن ما كان لابس القناع هذا وهذا اكيد تذكرونه اللي هو ديالوس اتوقع اللي اقتلوا المساعدة تبعتها نقدر انه نفتح الباب من الجهة الثانية خلونا نشوف شو جيبة كنت في الفولكينو مانر اكيد استغرب انه شافنا من جديد وفي المكان هذا وراح يقول اكيد جلجاتك دعوة للانضمام للفولكينو مانر فراح يقول لنا او يذكرنا بالحقد الموجود داخله بسبب اللي صار للمساعدة تبعتها وان الليدي تانث وعدتها انه راح يحقق اهدافه اذا انضم معاهم وانه راح يكون افضل مكلة اللي هو الفولكينو مانر اوكي فوعدتهم بالكثير الشخص هذا راح يقول اه ما راح يقول اسمه لكن راح يقول راقب خطواتك وحاول انك تنفذ الاوامر او المهام تبعت الفولكينو مانر المهم راح يكون في الكثير من المهام يا شباب فهذه اول دعوة او اول رسالة خلونا نقول يجربون قد ايش حنا هل هل حنا قدها ولا لا خلونا اساسا فيه شغل ما سويتها خلونا ارجع من جديد الفولكينو مانر لانه فيه اشياء المفروض انها تطلع من بعد ما قبلت الدعوة مين تتوقعون برضو من الناس اللي انضموا الى الفولكينو مانر الحفلة هذا باتشز الخسيس برضو جات دعوة وانضم الى الفولكينو مانر مو حبا في رايكرد بس هو اساسا ما هو طايق التو فينجرز فهو يبغى اي شيء اساسا ضدها اساسا انها بس يقلب على التو فينجرز حفلة يا اخي المهم في الاخير فكرة رايكرد بما انه كافر بالتو فينجرز فاتشز نفس الوضع يقول مو عاجبني نظام التو فينجرز اه قرروا انهم ينضمون الحشد هذا الروح هذا رح يقول لنا ان المفروض نقتل الشخص اللي التهم رايكرد لان المشاكل كلها او الكيوس او الفوضى كلها اللي صارت من بعد الشيء هذا الموضوع يا شباب الموضوع غريب تحسون الموضوع ما هو واضح ليش في ناس مرة مع رايكرد وفي ناس جايب معا لانهم بس ضد التو فينجر مشرط معا وفي ناس محبطين لسه المكان يعتبر غامض الحين بعد ما اخذنا اول دعوة او اول مهمة رح نقدر ان نسوي يا شباب او نقدر ان نشوف لون احمر واضح ففي المنطقة هذه ذا حديدا رح نقدر ان نلقى اول تارغت عساس نكمل اول مهمة رح نتوجه الى الكوخ تبع الشخص اللي كان جالس بين ديالوس ورايا اللي كان لابس القناع اللي قلت لكم قابلناه من اول الشخص تخيلوا كان قاعد هنا هو الشخص اللي كان واقف في المنطقة هذه ملابس القناع فقط لابس القناع شخص اللي كان قادر قادر اللي كانت تشفف مش نافح المنطقة شخص اللي كان قادر من كل مضايز قادر مرغش مرغش جبدا المنطقة اشتركوا في القناة اوكي يا شباب وصلنا الى الجهة هذه وهذا هو جهة التارغت اللي راح نسوي الى انفيد بس قبلها خلونا ناخذ الشغلة الموجودة هنا حسنا مرة بدري مرة بدري بس يلا ما علينا يلا يا شباب حنا الحين من جماعة الفولكينو مانر اي شغلة تجينا راح نستخدمها على طول اشتركوا في القناة 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 والله مره قوي مره قوي اوكي واخذنا التاليزمان الرهيب طيب نشوف فين المهمة التالية يا شباب المهمة التالية راح تكون في المنطقة هذي حرفيا في المنطقة اللي حربنا فيها الماقمة ماقمة وايفر نفس الوحش اللي قابلنا في النار قبل شوي قبل الله نقابل أليكساندر الانفيد التالي يا شباب ضد الكرشة ذا اللي ببعيد ووو لا ساتر هذا داخل قوة داخل يا شباب خدي ودي كمان ممتاز ودي كمان وممتاز كذا خلصنا مننا يا شباب ممتاز مره ممتاز كذا بيمبسطون عليه انكبارية الفولكانو مانر اننا جندية كويسة خذنا الطقم تبع الكرش هذا يلا نرجع للفولكان لا قبل لا نرجع قبل لا نرجع يا شباب سوف نترجع لقد أخذتك من هذا المهم لأخذتك هنا راح تعطينا الجائزة تبعت المهام الأخيرات وراح تقول لنا أن جاء الوقت أني أخبرك عن اللورد تبع الفولكينو مانر اللي هو لورد رايكارد راح تقول أن الأيرد تري امنحت التارنش البركة ولكن هالشي كان في سبيل التوفينجر فطلبت أنهم يحاربون البعض عشان يأخذون الشارد وتبع الالدرينج سواء أصحاب الشارد أو التارنش العاديين ولكن اللورد رايكارد رفض الشي هذا فحنا راح نقاوم ونظل معه فهذه هي سياسة الفولكينو مانر المهم هذا بعض اللورد بخصوص رايكارد خلصنا من المهمة تبعتك يا حبيبنا إذا س König إنك تتبع جانب إنك تتبعوا إلى هنا اوكي خلونا نرجع الحين قبل نرجع نتأكد هل في اشياء صارت ولا لا نشوف البوابات هذي هذي ما راح اقدر اني افتحها من هنا في سحلية هنا يا شباب فخلونا نقرب جنبها ونتكلم معها فرح تقول لنا يا تارنش الشجاع اشي اللي تسوي هنا وهذي ما هي غرفة ضيوف وليش تناظرني بالطريقة هذه بعدها راح تقول لا تقول لي اني لسه سحلية وراح زي لي تنهار وتعتذر تخيلوا هذا هي راية يا شباب فرح تقول لنا ان هذا هو شكلها الحقيقي واسمها ما هو راية اسمها زورايس وامها اللي دي تانت قالت لها ان ولدت بطريقة غريبة وابوها كان ملك عظيم وما تبغى احد يعرف الشي هذا لان لو الناس درت تخاف انه ما احد راح يتكلم معاها فراح نحتفظ بالشي هذا سر سؤال الحلقة راح يكون ايش اسم الساحرين لبرايم ايفل غلينستون اللي شفناهم في الحلقة هذه قبل لا نقابل سلن اوكي طلعت هذا هي الراية يا شباب هذا هو الفورم الاساسي اللي ما احد يدري عنه المهمة التالية اوكي تكلم مع برنال مهمة تالية برضو طيب يا شباب لاحظوا ان ديالوس مشى ديالوس مشى يا شباب سحب على الفولكينو مانر طيب ما علينا الحين خلونا نرجع الى جهة تانف عساس نقول لها اللي شفناه او السر اللي عرفناه من بنتها راح نقول لها ان شفنا شكل زرايس الحقيقي فراح تقول لنا ان هي كامها اللي ربتها راح تطلب مننا ان نكون طيبين معاها لان هي طيبة وقلبها نقي وصافي طيب خلونا نريح بالقريح اللي هنا يا شباب والحين الشغلة العجيبة اللي راح تصير او الاكشن اللي راح يصير خلونا نتأكد رجعت للفورم الطبيعي تبعها او الفورم الثاني راح تقول لنا انها كأنها شافت سحلية بنفس شكلها الاصلي ادخلت للغرفة المجاورة ولا عادة طلعت فهل معقولة ان يحتوي الفولكينو مانر على بعض الاسرار اللي ما خبرتها عنها امها فلو لقينا اي شيء نخبرها طيب يا شباب في شغلة سرية في الفولكينو مانر هذا هو الشيء الواضح ديالوس رجع يا شباب واضح انه محبط شوي خلونا نتكلم معا واضح الاحباط اللي هو فيه واضح انه اكتشف مؤخرا انه اللي هو فيه عبارة عن خدعة ولا قدر يستفيد من اي شيء كل اللي سواه انه استفادوا هم منه من بعض المهام اللي انطلبت منه وفي الاخير ما قدر انه يسوي اي شيء فحسب الغباء والندم طيب عرف انه جيته كانت غلط وما منها اي فائدة هنا خلونا نشوف ايش رح يسوي بعدين طبعا لسه عايش طيب الحين ايش اللي رح يصير يا شباب رح نكتشف السر او ايش اللي وراه المنطقة هذي يا شباب ايش وراه المنطقة الفخمة الفار هذي البولكينو مانر لحظوا ان المنطقة هذي سرية وما احد كان يدري عنها خلونا نقول انها كانت متخبية يعني المهم رح نكمل الحين او رح نرجع الى المنطقة السفلية لحظوا ان هذا زي السجن يا شباب لو ننزلنا الى الاسفل يعني هي حست وفعلا احساسها في محلة طلعوا الوحوش الملتهمة الكثير من الاشياء اللامتوقعة جهة مختلفة تماما من البولكينو مانر ما احد كان يدري عنها خلونا نفتح الباب لاحظوا الاشياء الغريبة اللي قدامنا يا شباب لاحظوا الاشياء والعالم العجيب اللي تهونا شايفينا المكان هذا خلونا نقول جسر رح يكون لنا كشورت كتب بعدين لكن بما انه فتحنا المنطقة هذه نرجع الى راية ونتكلم معاها يلا يا شباب مرة ثانية رح تقول لنا ان السحلية اللي مشت ما رجعت رح نقول لها الحين عن الدارك سايد او الجانب المظلم من البولكينو مانر فهي قالت اخيرا عرفت او فعلا حسيت ان في شيء الليدي تانث او امها خبتها عنها وخصوص المواضيع الكذب انها ولدت من ملك واشياء ثانية كذبت عليها امها اللي هي تانث طبعا امها المو امها الصدقية امها اللي ربتها واضح انه لسه محبط وجالس يذكر جمل كانوا يقولونها لأخوانا خصوص انه كان يظن انه راح يكون بطل بقرار انه راح ينظام للفولكينو مانر وفي الاخير وقع في فخهم اوكي لا تقسوا على نفسك كثير طيب الحين خلونا نرجع يا شباب الى المنطقة الجديدة اللي اكتشفناها او خلونا نقول الدارك سايد اللي في الحشد الاصلي تبع راية نفسها لاحظوا كيف يا شباب طيب خلونا نكمل يا ساتر يبغلنا ان نحاسب بس جيد مرة ممتاز لاحظوا الشغلات يا شباب وحنا نمشي الحين راح نلاحظ فعلا هذا الدارك سايد هذا الشي الاصلي ورا الفولكينو مانر الشغلة اللي كنا جلسين نشوفها الشغلة اللي كنا قاعدين نشوفها الفلا والناس والنوبل والنوبلتي هذا كله ديكور هنا الفولكينو مانر الاصلي وراح نشوف او نعرف بتفاصيل اكثر بعد شوي طيب راح نقدر اننا ننزل الى هنا لاحظوا من الصات التعذيب يا شباب لاحظوا البلاوي الزرق الموجودة هنا لاحظوا التعذيب 1984 كل هذا موجود في المنطقة هذه يعني رايكارد كان يعذب حشد من الناس ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 شباب اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نتأكد أن الأهبل ذا مو موجود ونتكلم مع راية يا شباب راح تقول أنه بكل حزن هذا أنت وفي شغلة لازم أقول لك إياها اكتشفت أني أنا أساسا طفلة غير مرغوبة من الجريس عشان كذا ودت بالشكل هذا فراح أطلب منك بكل صدق أنك تقتلني لأنه ما أبغى عيش بالشكل هذا فراح نقرر يا جماعة راح يكون عندنا فراح أخليها الحين لأنه راح يصير شيء بعدين أو خلونا نقول النهاية الكويسة للمهمة تبعتها المهم فهذا اللي راح نوقف عليه موضوع الفولكين وما نرى طيب يا أبو السعادة في بعض المهام ما خلصتها أنا داري شوفوا واحدة هنا في منطقة جديدة وواحدة في الكابيتال برضو ما راح ننسى هالشيء المهم يا شباب أشوف أنه إلى هنا كفاية فنكون وصلنا إلى نهاية الحلقة فإن شاء الله أنكم استمتعتوا وانبسطتوا ورح نشوفكم بإذن الله على خير قريب سودعتكم الله وفي أمان الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة